أم محمد من قطر تقول بالنسبة للدعاء بعد صلاة الفرض هل هو مشروع تقول يعني في ناس قالولي غير مشروع اللي قالولك اصدقوا يا أم محمد اللي قالولك اصدقوا بارك الله فيك وفيهم أخت الفاضلة بالنسبة للدعاء الدعاء داخل الصلاة مو بعد الصلاة أبضلو لك مثال يا أم محمد أنت الآن إذا جيتي تطلبين من شخص شيء تطلبين منه تقوليني عطني الشيء الفلاني تطلبين وانت داخل عليه ولا وانت طالع منه أنا كأني أشوفك الآن تقول لا أنا أطلب وأنا داخل عليه يا فلاني عطيني ولله المثل الأعلى فالإنسان في الصلاة مقبل على الله عز وجل الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يعني إذا انتهى الإنسان من السلام خلاص انتهت الصلاة إذا سلم فأنت تطلبين الله داخل الصلاة أما بعد الصلاة فهو الثناء يعني جيت وعطتك هذه المرأة شيء إذا جيت تطلعين قلت جزاها الله خير عطتني صح ولا لا تثنين عليها وتذكرينها بخير ولله المثل الأعلى الصلاة صلة بين العبد وربه أغلب الناس الآن حارم نفسه من الدعاء داخل الصلاة ويدعو بعد الصلاة والنبس سلم ما دعا بعد الصلاة أبدا ما ثبت أن النبس سلم دعا بعد الصلاة اللي بعد الصلاة والذكر والتقديس والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى فالنبي عليه الصلاة والسلام كان دعاه في السجود ودعاه بعد التشهد قبل السلام قبل ما يسلم كان يدعو ويعلم أصحاب الدعاء في هذا الوقت وعلم أصحاب بعد السلام ما يدعون علمهم يذكرون يقدسون ويعظمون الله جل وعلا وتقدس ذي الأسماء الحسنى والصفات العلا سبحانه جل الله جل الله تعالى الله ولذلك اخت الفاضلة اللي بعد السلام تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تياذى الجلال والإكرام ثم تبدأ أن تعظمنا الله عز وجل تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وغيرها لوارد عنه وسلم ثم تقول سبحان الله ثلاثة ثلاثين مرة والحمد لله ثلاثة ثلاثين مرة والله أكبر ثلاثة ثلاثين مرة ثم تقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم تقرين آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي المغرب والفجر تهللين تقلين عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدر عشر مرات في الفجر والمغرب ما فيه دعاء ولذلك اللي قالوا لك جزاهم الله خير نصحوكي فأكثر يا أخت الفاضلة من الدعاء في السجود فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد وكان بعد التحيات قبل السلام يعلم الصحابة مثل ما يعلمهم الفاتحة من الكتاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجان وكان يقول كما في حديث إبكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وكان يقول لي معاذ يقول والله يا معاذ أني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة دبر من الشيء أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذه بارك الله فيك